موسيقى موسيقى المجمع ده اتعمل بهذا الشكل بالشكل اللي حضرتك شايفه بالشكل الجديد ده بالصناعة دي الحقيقة ده مش هو البداية البداية زي ما حضرتك شفت اللي هو مرغم واحد اللي احنا كنا حضرتك شفت فيه المصانع والمستثمرين اللي حضرتك قبلتهم ده شجعنا اللي احنا نعمل او المرحلة التانية من مرغم ومرغم اتنين الحقيقة ان المكان كان مدروس ان هو يتعمل المجمع في هذا المكان لعدة اسباب اولا قربه من المجمعات والكيانات الصناعية اللي هي مهتمية بصناعة البترو كمويات الكيانات الحكومية وغير الحكومية ثانيا لقربه من المحاور الرئيسية بالنسبة لموضوع النقل والحركة السبب التالت برضو وقربه من منافذ البحرية ميناء اسكندرية كمان فز رئيسي الاستراد او التصدير لان هدفنا في الاخر اللي احنا نوصل اللي احنا نخرج او نقدر نوصل لمنتج زي ما كنت كلمت مع حضرتك انه هو ده منتج يكون عالمي مش مجرد محل فقط فالهدف ان انا مش اغطي احتياجات سوق محلي فقط ولكن اه اغطي احتياجات داخلية وخارجية في نفس الوقت ونرفع الجودة ده من القوالة طبعا اللي هي اقدر انافس بيها الاسواء العالمية في الخارج هل كان في صعوبة فكرة ان احنا نجمع اه صناعيين في نفس الصناعة في نفس المكان يعني قبل كده في كل مجامعات الصناعية الاخرى في تنوع في الصناعة في قبال ازياد من الناس او في تنوع اه عند الناس لكن عشان اروح لمنتج واحد عند صناعي واحد اظن ده تحدي اكبر الحقيقة ده فيه دورة عمل في الاطار اللي سيابتك بتتفضل به ده اه الدرس وتم التواصل مع السادة المستثمرين شفنا الاحتياجات اللي حضراتهم هم كانوا بيطلبوها ايه ايه التسهيلات اللي ممكن نقدمها كوزارة تجارة وصناعة ايه المشاكل اللي كانت قابلتهم في المرحلة الاولى او العقبات اللي كانت بتقابلهم في بداية التشغيل ده كل ده ده الدرس وتم استيعابه وخلصنا بفكرة في الاخر ان المكان ده ممكن نعمله كده زائد ان مش هيبقى صناعة فقط هي صناعة مقاش منتج نهائي اه هو منتج نهائي بالنسبة للمصنع اللي بيشتغله ولكن بيعتبر اه صناعة تكملية لصناعة اخرى موازية ليه ده اللي تم بالفعل يعني حضرتك شفت عدة مصانع اغلب المصانع اللي هي الموجودة في الصناعات البلاستيكية دي اه بتعتبر منتج نهائي وكيان قائم بنشاط قائم ولكن في صناعات اخرى كثيرة بتعتمد عليه زي التعبئة زي التعبئة زي التغليف الحاجات دي كلها حضرتك بتعتمد عليها صناعات اخرى فجات من هنا الفرصة للاستادة المستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال ده ده شجعهم بشكل كبير ان هو لاقي فيه سوق لاقي فيه مجال يقدر اه المنتج بتاعه يقدر يسوقه ممكن يقدر يوصل به للشكل اللي هو مرضي ليه سوى كان مصنع او مستحق خليقول لمنطقة مرغم قبل هذا المجمع كانت فيها عدد كبير من الورش من المصانع الصغيرة بتعمل نفس المنتج لكن بطريقة غير منظمة بالضبط يمكن مفيش مساعدات لتقدم لهؤلاء فبالتالي احنا بنقدمهم مساعدة وبنعيد تنظيم العمل الخاص بهم بما يعطي انتاج افضل ده حقيقي اللي ساتك بتتفضل به ده حقيقي فعلا الهدف الرئيسي من اقامة هذا المجمع والمجمعات الاخرى احب اقول لحضرتك ان المجمع ده كان من ضمن سبع مجمعات اترحت في شهر اكتوبر 2020 الغرض من هذا الكيان اقول عليه صرح اسمح لقول عليه صرح لان هو صرح فعلا عدة عدة اسباب منها النقطة اللي حضرتك بتتفضل بيها وهو التقنين وضع الصناعة في مصر والتغلب على مشكلة الصناعة العشوائية او اللي بنقول عليها باللغة العامية عندنا الصناعة اللي بتقوم تحت بير السلم بندخلها في تحت الغطاء الرسمي بنشمل هذه الصناعات والمؤسسات اللي بنقول عليها بقى مش مصانع بتعتبر مؤسسات برعاية الدولة بنقلل المشاكل اللي بنتعرض فيها في المجتمع المصري بوجود كيانات صناعية او نقول عليها ورش في اماكن التجمع السكانية والعشوائي ده كان بيترتب عليه مشاكل بيئية ومشاكل كثيرة في هذا التوقيت هدفة الدولة من خلال المبادرة الرئيسية بانشاء هذه المجمعات اي احتواء جميع السادة المستثمرين الجدين الراغبين في ممارسة النشاط الصناعي دخولهم في مكان مناسب انشاء وحدات مجهزة مرفقة مجهزة بجميع الخدمات ما اكتفناش بكده كدولة ولكن تم انشاء الوحدات وطورنا الفكر اللي احنا عملنا به المجمعات السابعة المجمع زي ما حضرتك شايف بيتميز ان فيه منطقة ادارية الى جانب الوحدات الصناعية فيه بنوك فيه مبنى اداري فيه مول فيه كافيتاريا فيه مسجد بحيث اوصل المستثمر اللي هو الموجود في المكان ده انه هو زي الكمباوند بس كمباوند صناعي كمباوند صناعي خلص المنتج بتاعه المنتج ده ممكن هو بيسوقه ممكن بيروج ليه عنده القدرة انه يعرضه في نفس المكان اللي هو موجود فيه بخلق له فرصة انه هو يقدر يسوق للمنتج بتاعه ده بشكل مباشر او غير مباشر ده من خلال المول مثلا ده من خلال المول من المعارض اللي ممكن بتنظم في هذا المكان فبالتالي تأتي فكرة المجمع انه هو يكون كافر رسمي متخصص سواء كان هنا كصناعة وحيدة صناعة البلاستيكية او اللي بتاعتمد على البترو كيمويات او باقي المجمعات اللي في المحافظات الاخرى ذات الانشطة المختلفة وزي ما اسمعت من بعض الضيوف ان فيه تكاملية يعني انا جنبي اللي ممكن يصلح لي المكنة جنبي اللي ممكن يديني المادة الاساسية او المادة الخام جنبي اللي ممكن يسواء لي جنبي اللي ممكن يتعاون معايا لو عند ضغط شغل زيادة فممكن نتعاون مع بعض في انتاج اكبر في عشان يكاف في الطلب الموجود فدي كلها محاققات احنا الحمد لله وصلنا لها بهذا الهدف طبعا يا فندم وصلنا دي زي ما حضرتك بالتفضل ده فعلا موجود هنا بالاضافة احنا ككيان حكومي في حية الترمية الصناعية ممثلة يعني عن وزارة التجارة والصناعة بنقوم بهذا الدور بالتعاون مع جهاز ترمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة احنا بنرعى المستثمر منذ البداية للوصول الانتاج الى ما بعد الانتاج اضافة الى اضافة تدعيم المستثمر بجميع المزايا والتسهيلات اللي ممكن الدولة تقدمها في اطار حرصها على انجاح التجربة خليني احكي لحضرتك كده بشكل سريع على الفكرة اللي احنا عملناها بالنسبة للمجمعات وايه الدور اللي اتعمل ووصلنا لايه لحد دلوقتي وايه المستهدف ان شاء الله زي ما بقول لسيادتك احنا بدأنا في شهر اكتوبر 2020 اللي احنا نطرح المجمعات دي بما فيهم مرغم اللي احنا موجودين فيه بدأنا الطرح ببيع الكراسات كراسات الشروط من خلال فروع هيئة التنمية الصناعية وتعاوننا هذه المرة مع فروع جهاز تنمية المشروعات نجحنا الحمد لله اللي احنا نقدر نوصل لجميع السادة المستثمرين على محافظات الجمهورية تم بيع العدد من الكراسات تزامن مع هذه المرحلة وده للمرة الاولى انها تحصل المرة دي اللي احنا نتابع السادة المستثمرين اللي اشتروا الكراسات ونتوصل معهم بشكل مباشر ايه المشاكل اللي عندكم فيه حاجة ممكن نساعد بيها هل دراسات الجدوى محتاجين فيها اي اي مساعدة فيه اي نقط ممكن نزللها حضركم كده بيته شريك شريك لان احنا فعلا شركة لان الهدف الهدف هو انجاح التجربة وانجاح هذا المستثمر الصغير الوحدات ملأمة للنشاط اللي هو بيعمله فبالتالي احنا باكنج ليه او بنقول سابورتي ليه بان هو داعم ليه بشكل مباشر وغير مباشر هذا الدعم لما ينتهي عند هذا الحد فقط ولكن عقدنا معهم اجتماعات متكررة بتشريف معالي الوزيرة في هيئة التنمية الصنعية سمعنا لمقترحاتهم سمعنا لتخوفاتهم زللنا الصعاب اللي كان هما بيتخوفوا منها مش كده وبس قدمنا تيسيرات اكتر من اللي كانت مطروحة معالي الوزيرة تجاوبت مع كثير من المطالب اللي كان بيتبنها او كان بيعرضها السادة المستثمرين وصلنا في الاخر اللي احنا خلاص يعني جميع العقبات الحمد لله نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا ان لم يكن اغلبها يعني تم حسمها ابتدينا نستقبل الطلبات بعد استكمالها واستفاق شروطها جاري دراستها حاليا وخلال يعني ايام ان شاء الله لا تتجوز الاسابيع هيتم طرح وتخصيص الوحدات بعد الدراسة والموافقة عليها مش ده اللي احنا هنوصله وده النهاية ولكن ده جزء من الطريق اللي احنا بشرين فيه سبع مجمعات دول اتطرحه في 2020 ان شاء الله 21 بداية 2020 هيتم طرح ست مجمعات اخرى بنفس النسط بنفس الشكل بنفس التجهيز بنفس الحرفية اللي تم بها تشييد هذه المجمعات فاذا عندنا كده نهضة خلينا نقول منطلقة من فكرة التجمع الصناعي سواء اذا كان بشكل واحد او باشكال مختلفة ده حقيقي فضل ده حقيقي